دول مجلس التعاون الخليجي في أساسها العقيدة الإسلامية وانطلاقا من السياسة الدفاعية لمجلس التعاون التي تقوم على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل بدأت أولى الخطوات لإنشاء منظومة دفاعية مشتركة تهدف إلى توفير الأمن لحماية دول المجلس والدفاع عن استقلالها وحماية مقدراتها ومكتسباتها خلال السنوات الماضية عملت الدول الخليجي على توحيد قواتها بهدف توفير القيادة الاستراتيجية والعملياتية لكل مهام دول مجلس التعاون في المجالات كافة المتتبع لمسيرة التعاون الخليجي في المجال العسكري يجد اتجاها متناميا رسخ نفسه مع توالي الأزمات التي عززت من ضرورة تطوير قدرات دول المجلس العسكرية والدفاعية في الاجتماع الأول لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس في مدينة الرياضة في عام 1981 لبحث مجالات التعاون العسكري تم رفع عدد من التوصيات لبناء وتعزيز التعاون العسكري فيما بين القوات المسلحة بدول المجلس وبدءا من ذلك التاريخ وخلال أربعة عقود تم إقرار العديد من الدراسات والأنظمة والاستراتيجيات التي شملت العديد من مجالات العمل العسكري المشترك قرارات قائمة على أسس منهجية ومرتكزات علمية محددة أخذ في الحسبان الإمكانات المتوفرة والمتطلبات الدفاعية ومصادر التهديد وحجمها ومختلف أشكال المخاطر وتنوعها وجميع التحديات التي قد تواجه دول المجلس تعاد قوات درع الجزيرة المشتركة أبرز مجالات التعاون الدفاعي بين دول المجلس وهي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي تم إنشاؤها عام 1982 بهدف حماية أمن دول مجلس التعاون الخليجي وردع أي عدوان عسكري مهمة الحفاظ على أمن الخليج تشكل تحديا حقيقيا لدول مجلس التعاون الخليجي وبالتزامن مع التحديات التي تواجهها المنطقة تتواصل التدريبات والتمارين الخليجية المشتركة خريطة المناورات الخليجية أظهرت مؤخرا كثافة تحرك دول مجلس التعاون لرفع الجاهزية وإيصال الرسائل المطلوبة كشكل من أشكال تعاملها مع التحديات